وسامي أبو علي من اللاعبين اللي ممكن تقول عليهم هدية القدر للنادي الأهلي المثل يقولك إيه تصوم تصوم وتفطر على بصلة الأهلي صام صام وفطر على استكوزة على منجة على نوتيلة على حاجات حلوة أوش صام صام الأهلي وفطر أحلى في طرف الدنيا مهاجم بمواصفات عالمية بمواصفات مميزة بمواصفات خطيرة ولو أنت جبتلي كده المؤهلات أو القدرات أو الإمكانيات اللي مفهود تبقى في مهاجم هتقول لي إيه؟ هتقول لي والله أنا عايز مهاجم بيتحرك كويس وسام أبو علي هتقول لي مهاجم بيعرف يلعب بيمينه وإش ماله وسام أبو علي والله هتقول لي مهاجم يعرف يجين من خارج منطقة الجزاء وسام أبو علي والله مهاجم يعرف يعمل ضربات رأسية مميزة وسام أبو علي والله مهاجم يعرف يلعب مع زميله ويعمل أسستات وسام أبو علي قول لي وسام أبو علي نقصه إيه في إمكانيات المهاجم مدهش على فكرة في مصر هنا في الدورة المصري فيه مهاجمين كتير مميزين بس كل واحد فيهم عنده ميزة مستين بيشتغل بيهم وسام أبو علي تقريبا عنده كل المميزات وبدرقات عالية جد مدهش انت عارف ان وسام أبو علي النهاردة خد جايزة افضل لعب في المباراة دي المرة السادسة اللي ياخد فيها وسام أبو علي جائزة افضل لعب في المباراة يعني خمسة الموسم اللي فات ودي واحدة هو في بداية الموسم للأهل ست اتقال ان وسام أبو علي ممكن كان يبقى مهاجم الموسم الواحد او نص موسم واحد عشان هو لعب نص الموسم اللي فات بس وكان هدف الدولي بادئ بداية وانطلاقها مش طبعية هدفين واسست رائع جدا اسست اللي عمله طاهر تصريحاته وسام أبو علي بعد المباراة قالك انا كنت ناودي الكرة لحسين الشحات لقيت اتقفل عليه خد بالك الحضور الزهني عنده وسام أبو علي فلقى لقى طاهر محمد طاهر اتحرك كويس وطلع من مصريات التسلل رح حطاها برجله اليمين بطريقة غريبة جدا يعني وضعه التشريحة وضع التشريحة بتاع وسام أبو علي ما يخلوهش يطلع الكرة بالدقة دي بس شنوه زكي جدا وجاهز ذهنيا وبدنيا فطلع السست خطير لطاهر محمد طاهر سيبك من دي